في الدروس السابقة تعرفتم على صفات الصور التي تتكون للأجسام برسم أشعة موازية للمحور وأخرى تمر عبر البؤرة في درس اليوم ترون كيف يمكن اشتقاق معادلة رياضية لتوضيح العلاقة بين بعد الجسم عن العدسة المحدبة XO وبعد الصورة عن العدسة XI والبعد البؤري F وذلك باستخدام هذا الرسم التخطيطي هذا السهم هنا هو الجسم هاتان النقطتان هما البؤرتان المسافة بين البؤرة والعدسة هي البعد البؤري هذا شعاع يمتد من رأس السهم بموازات المحور الرئيسي يسقط على سطح العدسة المحدبة ويمر عبرها فينكسر مراً من البؤرة في الجهة اليمنى ويستمر في هذا الاتجاه والشعاع الثاني يمر عبر البؤرة على يسار العدسة وينكسر عند المرور بالعدسة بخط موازن للمحور ويتقاطع مع الشعاع الأول في هذه النقطة فتتكون صورة الجسم من الأشعى المجتمعة لاحظوا أن الصورة مقلوبة وحقيقية ومكبرة لكن ما العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات؟ أولاً يجب تحديد هذه المتغيرات على الرسم ثم باستخدام الهندسة والجبر يمكن معرفة العلاقة الرياضية بين هذه المتغيرات المتغير الأول XO هو بعد الجسم عن العدسة أي هذه المسافة هنا وتساوي طول الشعاع الساقط من رأس السهم على سطح العدسة لكن المسافة بين صورة الجسم والعدسة كما ترون هي المسافة التي قطعها الشعاع الضوئي الموازي من العدسة إلى صورة الجسم XI أما البعد البؤري F فهو هذه المسافة ويساوي المسافة بين العدسة والبؤر الثانية أيضاً هذه F هنا لاحظوا أن هذه المتغيرات الثلاث تحدد صفات صورة الجسم أي أن هناك علاقة تربط بينها للتوصل إلى العلاقة يمكن الاستفادة من تشابه المثلثات انظروا لديكم مثلث هنا يمكن رسم مثلث مماثل له حول خط تماثل العدسة هذا الضلع الأول يبدو بهذا الشكل وهذا الضلع الثاني هذا المثلث الأول يتطابق مع المثلث الآخر وبالتالي فإذا كان هذا الضلع XO هذا الضلع يساوي XO أيضاً بهذه الطريقة يمكن إيجاد العلاقة بين بعد الجسم XO في هذا المثلث وبعد الصورة XI في هذا المثلث حيث أنهما متشابهان فهذه الزاوية تساوي هذه الزاوية لأنهما متقابلتان بالرأس ثانياً هذان الضلعان متوازيان هذا الخط يوازي هذا الخط ويقطع هذين الخطين المتوازيين مستقيم قاطع بالتالي فهذه الزاوية تساوي هذه الزاوية لأنهما زاويتان داخليتان تبادليتان ينطبق هذا على هاتين الزاويتين أي أن زوايا هذا المثلث الثلاث تساوي الزاوية الثلاث للمثلث السفلي إذن هذان المثلثان متشابهان وبالتالي فإن النسب بين الأضلع المتناظرة متساوية فمثلاً XO يناظر الضلع XI كلاهما يقابل الزاوية الوردية لذا النسبة بينهما XO على XI يساوي النسبة بين هذا الزلع ليكن A وهو الزلع المقابل لهذه الزاوية الأرجوانية الزلع النظير له في المثلث الآخر هو هذا الزلع هنا وليكن B الزلع B يقابل الزاوية الأرجوانية في المثلث السفلي إذن الزلع A يتناظر مع الزلع B لذلك النسبة بين XO و XI تساوي النسبة بين A و B ما علاقة هذه المتغيرات بالبعد البؤري؟ لاحظوا أن البعد البؤري عبارة عن ضلع في هذا المثلث الصغير والذي يشبه هذا المثلث فهذه الزاوية تساوي هذه الزاوية لأنهما متقابلتان بالرأس ولديكم هنا زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة أيضاً إذا تساوى الزاويتين مثلث مع زاويتين مثلث آخر فالزاوية الثالثة فيهما متساوية أيضاً أي أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية كما أن هذا الضلع هنا الذي يمثله محور تماثل العدسة يوازي هذا الخط الذي يمثل صورة الجسم هنا ويقطعهما خط مستقيم إذن هاتان الزاويتان متساويتين لأنهما زاويتين داخليتين تبادليتين وبما أن زوايا المثلثين الثلاث متساوية فهذا يعني أن هذين المثلثين متشابهان وأن النسب بين الأضلع المتناظرة متساوية فمثلاً A الذي يقابل الزاوية 90 يناظره B الذي يقابل الزاوية القائمة هنا لذا نسبة A إلى B تساوي نسبة طول هذا الضلع في المثلث الأول ويساوي البعد البؤري F يتناسب البعد البؤري في هذا المثلث مع طول الضلع هذا في المثلث الآخر كلا الضلعين يقابل الزاوية باللون الأبيض فإذا كان طول الضلع الأول هو F فما طول الضلع الآخر؟ لاحظوا بما أن طول هذا الخط كاملاً هو XI فطول الضلع الثاني هو XI ناقص البعد البؤري F أي أن A على B يساوي F على XI ناقص F هذه النسب الثلاث تربط بين بعد الجسم وبعد صورته والبعد البؤري الكسر الأول يساوي الثاني والثاني يساوي الثالث وبالتالي الأول يجب أن يساوي الثالث إذن بعد الجسم XO على بعد الصورة XI يساوي النسبة بين البعد البؤري F وبعد الصورة XI ناقص البعد البؤري F يمكن تبسيط العلاقة بالضرب التبادلي فتصبح XO في XI ناقص XO في F يساوي XI في F بإضافة XO في F إلى طرفي المعادلة تصبح XO في XI يساوي XI في F زائد XO في F بإخراج F كعامل مشترك XO في XI يساوي F في XI زائد XO ثم بقسمة الطرفين على F هذا الطرف الأول على F وهذا الطرف الثاني على F يمكن اختصار F في البسط مع F في المقام XO في XI على F يساوي XI زائد XO ثم بقسمة الطرفين على XO في XI هنا واحد على XO في XI وهنا XO في XI باختصار هذه معاً يتبقى لديكم واحد على F يساوي الطرف الأيسر هذا الكسر ويساوي XI على XO في XI زائد XO على XO في XI XI تختصر مع XI يصبح البسط واحد وXO تختصر مع XO يصبح البسط واحد هذا واحد على بعد الجسم زائد واحد على بعد الصورة هذه علاقة رياضية تربط بين المتغيرات الثلاث البعد البؤري للعدسة المحدبة وبعد الجسم وبعد الصورة يمكنكم استخدامها لتحديد مكان الصورة بدقة دون الحاجة إلى رسم الأشعة ترجمة نانسي قنقر